أهلا وسهلا ومرحبا من جديد بكل المستمعين اللي عم بيتابعونا وبيتابعوا راديوهلا اليوم مستمعينا الكرام الصغير والكبير عم بيقعد أمام شاشات التلفزيون على نشرات الأخبار عم بيقلب بموبايله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطل في شيء مخبة صار الواحد بقدر يتابع ويشوف المشهد بالكامل بأشكالها الحقيقية بمسمياتها الحقيقية اليوم هاي المشاهد عم بتكون صعبة جدا علينا إحنا ككبار فما بالكم لصغار اليوم عم نشوف ردود أفعال مختلفة عند الأطفال ما بين طرق تعبير عن اللي عم بيشوفوه عم بيحكوا لأهلهم شو اللي عم بيصير عم بيسألوا أهلهم شو بالزبط اللي عم بيكون موجود شو يعني هذا المقاطعة هذا منتج محلي أدعمه ولا ما أدعمه وصار في تساؤلات لدى أطفالنا خليني أقول زي كأنها هيك تم إعادة إحياءها مع القضية الفلسطينية اليوم نحكي أكتر عن كيف نتعامل مع الأطفال في ظل هذه الظروف تحديدا وكيف ممكن نوصلهم الرسالة حسب عمرهم كمان وهذا الكلام أنا ما بقدر أحكي معه منتركه للمختصين لهيك أنا اليوم بتشرف أنه معي بالستوديو أخصائية علم النفس الدكتورة حنين جرار دكتورة أول شي مساء الخير أهلا وسهلا فيكي وشكرا أنك إجيتي غلبناكي معنا لا ولو هذا واجبي اليوم عم نحكي بقضية كتير كبيرة وعم نحكي بمشاهد كتير مؤلمة حكيت أنا بالمقدمة تعتي فلربما إحنا ككبار والله من كوبس ومنحلم بالليل باللي عم نشوفه وبتلاقي كل واحد فينا صاف مع حاله وحس حاله مش مرتاح ومش مبسوط وبيبكي بلا سبب ويعني مزيج من المشاعر فمن بالنا لصغار بس أنا يمكن نقبلش معيك بالكبار بش سهل اللي عم بيصير عن نفسيات لا والله وفيه طبعا كتير أبحاث بتشير أنه إحنا لما نتفرج على هاي المشاهد بتكون عندنا صدبة نفسية زي أكي أنه عم نحضر المشهد قدامنا لأنه إحنا كبشر لما نشوف هذا المشهد نتعاطف أول إشي تاني إشي منحط حالنا محل هذا الشخص إذا كان ولد صغير بيصير ابنك إذا كان أم بتصيري أنت الأم إذا كان حدا عم بيفتش بتصيري أنت اللي عم بتفتش على أخوك فدائما إحنا كبشر منحط حالنا محل البني آدم وهذا الإشي طبعا إذا أنت تخيلتي حالك بهذا الموقف بتصير عندك ردة فعل نفسية على جهازك العصبي وبيصير عندك هرمون الكورتزولي اللي هو هرمون سترس هو ما بعرف أنك أنت عم تشوفي هذا المشهد وبتفكر أنه نسرين بقبل حرب بيصير يقول لا نسرين بخطر وبيصير يفرز كل هاي الهرمونات اللي بتخلي الجسم مع الوقت يتعب فأول إشي هذا الإشي طبيعي أنه إحنا كبشر لأنه منحس بهذه المشاعر بس كيف نقدر نحمي جسمنا عشان نقدر أنه إحنا نساهم بالقضية ونساعد كمان هاي نقطة كثير مهمة رح ندخل بتفاصيلها معك دكتورة إحنا اليوم اللي وصفته الدكتورة كثير صح ألا وهو عم نتعب كلنا عم نحس بأوجاع حسين حلنا مرهقين حسين ما عنا طاقة ولكن لازم ننشل حالنا حتى نقدر نساهم بمساعدة هذه القضية كيف؟ إيش ممكن نعمل؟ كثير مهم سؤالك أول إشي الهرمونات اللي حكينا عنها هاي اللي بتنفرز بجسمنا اللي هي هرمونات سترس لازم نعطي لجسمنا زي نوع من أنواع الفرصة إنه هو هاي الهرمونات تبطل موجودة وليقدر إنه جسمنا ياخد قصد من الراحة طبعا هذا أكيد لما إحنا نعمله رح نحس بالزنب إنه لا كيف بدي أخذ وكيف ما أتطلع الأخبار وأنا كل الوقت بدي أشوف بس هذا الإشي ما رح يفيد إحنا بالآخر لازم يكون عنا طاقة عشان نواجه وعشان نقدر نوقف وعشان نقدر نساعد فلما ناخد فرصة من هذا الإشي أنا كحنين مثلا بحضر الأخبار الساعة أول إشي ساعة 6-9 الصباح بحط بشارك بكتب على الإنستجرام أنا على الإنستجرام أكتر إشي بحكي بعمل مقابلات أوكي بعدين بعطي لحالي فرصة بروح بصلي بقرأ بعطي لجسمي ولروحي فرصة أنه هي تستعيد الطاقة تستجمع قواك بالضبط أوكي لأنه إحنا إذا ظلنا عم نطلع على المشهد بالآخر رح نحس حالناك ضحية ورح نحس حالنا ضعاف ورح نحس بالزم ورح ننهار بالنهاية ورح ننهار ما رح نقدر نعطي فهذا الإشي كتير مهم إنه إحنا نعطي لحالنا فرصة عشان نستجمع هاي القوة الثاني إشي إنه إحنا نقدر دائما نكون مع ناس يعني أنا بل في حالات عم تجيني عم بتظلها قاعدة لحالها عزلة عزلة إنه أنا قاعدة على التلفزيون وعلى التلفون وما عم بشوف حدا ما بدي أشو صحباتي ولا بدي أشو جراتي اللي عم بصير بغزة صح معاك حق بس إذا إنتي حاسة حالك لحالك هذا الإشي كمان بيعطيني إحباط ويمكن تدخلي بحالة اكتئاب إحنا صلنا شهر والله أعلم قد رح نقعد فهذا الإشي مش منيح كونوا دائما مع بعض هلأ في إحنا لازم يكون في عنا سوليداريتي لازم يكون في عنا تضامن نوقف مع بعض نحكي مع ناس بيحكوا زينا حتى لو ما بيحكوا بالقضية بنفس اللغة هذا موقع للحوار إنه إحنا يعني نجمع بعض ونحكي بالرسالة ثالث إشي كل هاي المشاعر السلبية اللي جواتكم الغضب والخذلان والزنب كلها هاي سموها وبعدين فعلوها إنه نعمل أنه إحنا يكون في أنه إحنا يكون في عنا فعل خير إنه إحنا ننزل على المظاهرات إنه إحنا نعمل عمل خير إنه إحنا نحكي لاقوا مايكروفون واحكوا زي ما أنا هلأ عم بعمل حطوا على السوشال ميديا هاي كل هالإشياء بتعمل فرق صدقوني ولما تحسوا حالكم عم تعملوا وعم تنتجوا كل هاي المشاعر رح تحسوا حالكم إنها تحسنت لأنكم عم تعملوا إشي للقضية اللي أنتوا بتآمنوا فيها هي بالنهاية كل حدا عم بيحس بهاي المشاعر لربما أدرك إنه عنده إنسانية يعني فيه فيه صايد إيجابي بالموضوع إنه إنت زعلان إنت عم تبكي إنت مأهور إنت خايف إنت حاس إنك لازم تعمل إشي يساوي إنت إنسان فهاي كتير نقطة مهمة اللي ما بيحس اللي بيقول لك عادي أو مش فارق معي هو فيه إشي غلط فيه مية بالمية وبعدين بعد ما تحس إنك إنت إنسان بتقدر تعرف إنه هذا الإشي ممكن يساعدك إنك تتحرك وفيه أيام رح تحس حالك مش قادر تتحرك معلش خد بريك تقدر تاخد بريك ولازم إحنا نكون كمان متهاونين مع نفسنا مش لازم نسرين كل يوم كل يوم لازم يكون في عندها عمل فعال معلش يوم مش قليل اللي عم بيصير بأهلنا مو قليل اللي عم نشوفه ففي أيام رح تنهار وفي أيام رح تيجيك أخبار حزينة ورح تحس إنه كل اللي عم تعمله ويمكن ما عم بفيد بس عم بفيد عم تقدر تغير وما عمرك تحس حالك ضحية ما عمرك تحس حالك إنه أنت هذا الإشي عم بيصير معاك وإنت غير قادر أو غير فعال هذا اللي كتير ناس بيحبوا إنك أنت تحسه بس هذا غير صحيح هلأ وأنا جاي لعندكم ولد صغير وعمر 13 سنة واقف قدام باب البيت وحامل حاطة الكفية وحامل لافته أدي يعني هو يعني فعال بهذا الإشي اللي عمله يعني صوته أدي هو عطاني شعور إنه بالبهجة وبالسعادة أنا كحنين ساعدني إنه كمان يكون عندي طاقة إجابية حتى لما أجي أحكي مع النسرين فهذا الإشي كتير فعال برافو دكتورة حنين أنا من الكبار بدي أنتقل للزار اليوم يعني المشاهد هاي المؤلمة ما أعتقد إنه كل الأعمار مسموح إنها تشوفها لا في ناس في أهل من باب أكيد انتمائهم والشعور بالعروبة والوطنية تعال شوف شو عم بيصير تعال شوف الأشلاء مثلا شوف كيف عم بيصير أشكر ربك إنه عندك بيت في أعمار معينة أعتقد هذا الكلام لا يجوز بصير عقد نفسية أنا عادة تحت عمر الخمس سنوات ما بنصح إنه الأطفال يشوفوا هاي الصور إحنا كبني أدمي ككبار مش عم نقدر أنا الأحلام اللي عم بحلمها ومرات بشوف مشاهد مرات بلف وجي بكونوا حدا ماسك كيس أبيض بتخيلوا ماسك كيس جثة أدمى عم نشوف هاي الصور فالأطفال تحت عمر الخمس سنوات حتى تحت عمر السبع سنوات رح يتأثروا كتير بهاي المشاهد وهذا الإشي رح يخلق بدل ما يخلق عندهم طاقة إيجابية وحب لفلسطين وللقضية رح يخلق عندهم خوف رح تصير قضية فلسطين هي عبارة عن خوف بعد أن الطفل الصغير ما بعرف هذا وين بيصير أنت كبير بتعرف أنه في حدود وإحنا الحمد لله في بلد في أمان بس هو ما بعرف بقول لك هذا عندي بكرة رح يصير عندي تحت البيت حتى لو فسرت لهم ما بعرفوا شو يعني بعيد غزة فلسطين الأردن ما رح يفهموا فأنا بنصح رجاء خاص لكل الأهالي أنهم تحت عمر السبع سنوات ما يفرجوا أطفالهم هاي الصور في طرق تانية لنوصل لهم قصة أهلنا مية بالمية وهذا الإشي كمان هي نقطة طوعوية وهي فرصة أنه إحنا نواعي أطفالنا ونحكي ما عن فلسطين وبلادنا وتراثنا وأهميتها ليش هي أهمية ليش رموزها في كتير قصص طربوية كمان تنكتب عن فلسطين وفي أوراق عمل إذا بدك أنا بقدر أعطيك اللينك حتى كل المشاهدين يقدروا يعملوا download for free لكل الأوراق العمل اللي موجودة اللي عملوها مصممين وكتاب بحبوا القضية وساهموا في هذا الإشي في قصة اسمها أنا من بلد اسمه فلسطين كتابة ديمة العالمي هو بالمجان بقدروا يتصفحوا الأهل بشرح أنا من فلسطين أو هذه البلد اسمها فلسطين الأردن ومصر وسوريا ولبنان جيرانها والشجر الزيتون هي بمثلها بحكوا عن كل الأشياء اللي بتهمنا عن هذا البلد من غير ما ندخل بالقضية أو بالصراع إيش هذا اللينك دكتورة بحب أتكبر الناس بتكتب لي وانا بحكي لنا بالضبط هلأ فوق عمر السبع سنوات نقدر ندخل بتفاصيل القضية برضو من خلال ورقة العمل أنا خبرت أولادي عن القضية أو عن قصة القضية إنه كيف كانت والخارطة خارطة فلسطين التاريخية كيف كانت وكيف شوي شوي إسرائيل إجت أخذتها وصارت أصغر وصار في صراع وإحنا حولنا لـ 75 سنة وبعدين صارت الحرب أو صارت التطهير العرقي وهكذا من خلال أوراق العمل العمل والصور كمان طبعاً كتير مهم إحنا نكون يعني نقدر إنه إحنا نخبرهم هاي القصة من محل قوة مش من محل ضحية من محل قصة لسه ما خلصت قصتها وهم في أبطال وفي انتصار وفي حق رح يرجع لأصحابه فوق عمر العشر سنوات كتير مهم نسأل الأولاد أنتوا شو بتعرفوا؟ شو سمعتوا؟ شو شفتوا على الإنترنت من المدارس من صحابكم؟ بتستغربي رح يقولولك يمكن عارفين أكتر منك فأول إشي مسألهم هذا السؤال هذا العمر ما بحب أنه أنت تقولي له كيف يفكر ويتبنوا أفكارك زي ما هي لا بحب هو يوصل الاستنتاج بحاله فبتحطي بين إيدي مصادر موثوقة كتب ويب سايتس بقدر هو يدخلها ويشوف ويتعلم منها بعد أنه ويقرر لحاله وأنا بنصح كل الأهل اللي بحبوا أولادهم يشوفوا هذا الإشي بعينهم بس تهدى الأوضاع يروحوا زيارة خلي الأطفال أنا خالتي مرة قالتلي قصة ابنها كان يدرس بكندا ورجع لها من كندا ويقولها ماما مش عارف يعني هي القضية ممكن يكون معنا حق وممكن معي وطبعا نجنت وصارت أولا هلأ رحت لي قالت له بالأخير شوف بعينك طبعا راح وشاف وطبعا غير رأيه شاف الاضطهاد كله شاف الوحشية من هداك اليوم فهذا العمر ما بحب تيجي تقولي له هيك هيك بدك تفكر انت شوف مهمة بعينك وانت أقول لي شو رأيك حتى عم بشوف أنه في أهالي أنا بشد عيدهم بحييهم بيكون في وقفات تضامنية سلمية بيشجع أولادهم بياخدوهم معهم يشوفوا يتفرجوا يهتفوا كمان هاي سلوكيات صحية مئة بالمئة يعني انتو نيالكم بالأردن أنا سكان دبي تقدروا تطلعوا هلأ صرت أعرف ليش هاي واحدة من أمن المزايا والميزات حقوق الإنسان في حق مطبق الحمد لله أنك تقدروا تنزلي وتتظاهري وتحكي وتقولي وتبكي وتصرخي مع ناس مع مئة ألف بني آدم هذا الإشي طبعا رائع وبيعبر عن مشاعرك وبيعبر عن الإشياء اللي انت حاس فيها فهذا الإشي طبعا كثير مهم للأطفال وأنهم يعني يواكبوا برافو أنا بتمنى أنه أكبر عدد ممكن الناس اللي عم تسمعنا الأهالي تكون هلا بالسيارة صافنة وعم بتفكر وبتستفيد من هذا الكلام وإنتو نفسكم الأهل اللي عم تسمعوني بالسيارات بنعرف قديش متأثرين باللي عم بيصير ومنعرف قديش هذا الإشي يعني بأسرها حياتنا اليومية فزي ما حكت دكتورة بالبداية خدوا نفس استجمعوا قواكم أعطوا حالكم بطريقة يعني منطقية بريك رايحوا لا تقدروا ترجعوا تستمروا من جديد في نهار جديد يعني والله الواحد صار عايش عارف حاله في بلد أمان الحمد لله بس عايشين خايفين والله بخاف أترك ابني بالسيارة مع أنه أنا بعرف أنه أنا ببلد الأمان وبمشي وأنا مغام ضايوني بتركه وبجيب شغلة وبرجة صرت أخاف يعني الشعور هذا كتير مؤلم وصعب فاليومنا ربما هيك رسالة أخيرة منك للكبار أنا بالنسبة إلي رسالتي الأخيرة هي أنه ما ننسى أدي إحنا ممكن نكون أقوية ما ننسى أدي إنه إحنا الحق معانا كتير مرات منقول أنا طب أنا شو ممكن أعمل أنا قطرة مي صغيرة ما رح تأثر بس ما تنسوا قطرة المي ما بتعمل إشي بس الشتة القوي بكسر صخر وبيهد جبال فقوتنا بأرقامنا بعددنا بقادي نكون إحنا صوت واحد وإيد واحدة فيه شغلة خطرة عبالي مالش دي أسألك إياها شعور خيبة الأمل بعلم النفس كمان شغلة مش هينة ومش سهلة إحنا صار في عنا خيبة أمل من العالم سنو نشوف إنه العالم بشع طب الواحد كان يعيش لأجل إنه بكرة يوم أحلى كيف ممكن واحد يرجع يآمن بإنه فيه بالدنيا خير نسرين ما خلصت القصة خلصت القصة لا ما خلصت ما خلصت بعدين الخير اللي عم نشوفه أنا بعيني بهذا الشهر بيوازي كل الشهر الناس كيف قاعدة مع بعضها لبيوت كيف فتحت أنا هلأ صلي يومين بالأردن الخير اللي شفته التبرعات اللي شفتها من الناس الحب من الناس لبعضها كيف تتكاتف الحرب يا بتطلع أحلى إشي بالبني أدمين يا أبشع إشي بالبني أدمين وإحنا الحمد لله عم بتطلع أحلى إشي فينا بغزة كله مفتوح لكله اليتيم مع فكرة الجيران عم بياخدوه كل حدا بطبخ له كل حدا كناقس فتحت بوابها للمسلمين المسلمين بيحتضنوا للمسيحيين كشفة المعادن كشفة المعادن فصح فيه شر كتير كبير بس أنا شايفة فيه خير 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 والهواشم معرفين بالخير طبعا بطي رحل اللي حكيتين دكتور أنا بحب أخبركم أنه اليوم ما كنت بقابل أنا حسيت حالي بأيادة نفسية عم بحكي معاك رتحت شكرا واتمنى كونوا الناس كمان حسوا بهذا الشعور وانتي بعرف يعني جاي من السفر فغلبناك مرة تانية تيجعنا بس كان لازم نستفيد منك ومن علمك وخبرتك ننصح الناس اللي عم تسمعنا اليوم شكرا لإصطافة وشكرا لمستمعينك عبري تانكي فاري ماش دكتورة حنين جرار خصائية علم النفس كانت ضيفتنا اليوم بمروحين مع نسرين